قبل أي حاجة قبل أي حاجة عايز أقول حاجة حاجة بس عشان اللي مش فاكر أو الشباب الصغير يعني اللي لسه 16-17 سنة كابتن وجيه أحمد كان له شرف أنه يدير مباراة كبيرة بين الأهلي وريال مدريد في 2001 كحكم مساعد والمباراة الرائعة اللي فاز بيها النادي الأهلي بهدف صندقاء فالشيء بالشيء يسكر نسأل الكابتن وجيه ذكرياته لهذه المواجهة العظيمة اللي فاز بيها النادي اللي هتفتكري عن المواجهة دي كابتن وجيه أولا المواجهة دي كانت مباراة قال لنا أنه دي مباراة القرن لأن النادي الأهلي كان بطل القرن الأفريكي وريال مدريد كان بطل القرن الأوروبي فقالوا أنه دي مباراة القرن وكان المرئب بتاع المباراة فرح أده أنه النقب الأول رئيس التحاد الأفريكي وكان رئيس لجنة الحكام الأفريكي وكان موجود التحاد الأوروبي موجود وكان بلاتر موجود وعيس حياته موجود فكانت مباراة كبيرة جدا وكانت احتفالية كبيرة جدا كانت أكبر من كلها المباراة والدائية لا 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 مباراة كانت رسمية والرينا دي بلعب كله كامل كامل رؤول جونزالس وفيجو الدين زيدان واروبرتو كارلوس وفرناندو هيرو لا الفرقة كلها كاملة فرقة كلها كاملة ونبل أهل إحسام الحضر أبو تريكا والجمعة فرقة كلها كاملة ونحسن حظ صندي ده هو اللي جاب الجول صحيح صحيح نجي صندي لكن المباراة كانت لها أجواء ممتازة جدا ومباراة جميلة وملعب مليانة على الآخر وانت في المباراة بقى لأن ما دي كان بيلعب بجدية ولا كان بيلعب مباراة والدائية عادية انت اللي هتبقى عارف بقى أطراضات وتخول جامد وبتاع انت بيعنيك هتبقى شايف لا لا كان بيلعب بجدية وبكوة وقق الجمعة أنا فاكر عسام الحضري وقق الجمعة مع احترامي للجمعة وعسام غالي الثلاثة كانوا نجوم المباراة صحيح كانوا نجوم المباراة صح صح حقيقة عسام الحضري وقق الجمعة عاملين ماتش رائح وعسام عمل ماتش الهجوم والدفاع وبرط وعمل هو اللي عمل الجول لصندي وجابها يعني كانت مباراة ومباراة جبيرة مين من اللي لعبت الريالما دي جاتة اعترضت عليك في أي كرة من الكرات اشكتشفيه باربعة وقتها فاكتشفيه لويز فيجو كرة بنلعب نحط اللمين وكرة مماشي فالكرة ضربت اهواء الجمعة عامل تاكلينج فضربت الكرة فرجل وتلعت فانا بدي فقر رمي التماس عليه فبصلي كده رح بص كده وبص واخدر ماشي برضو نوع من نوع الاعتراض وانت طبعا بصيته البصة الجمد واحدة تانية لعبة الكرة تلعت رمي التماس احنا كان عندنا الله ارحمه كابتي محمد حسام يعني كان بيقول للمحدش يلمس الكرة عشان ما حدش يقول لك انت سبت الكرة دي ولمست الكرة دي فالكرة جاية قولينا المدريد مغلوبة واحد فانا عملت رجلي كده وخليت الكرة تعدي فوضتها ما اجبتها فوضتها ما لمستهاش عشان بتعلينا المدريد اللي لعبها فهو خد الكرة وراح يرمي رمي التماس الحداث على رجلي وبيرمي رمي التماس مش فاكر كان باك رايت ولا باك ليفت كان باك رايت كان جيرمي الكاميروني اه مش فاكر كان تقريبا جيرمي على ما اتذكت جيرمي لاتصن بتاع الكاميروني اعتقد هو اعتقد هو لاني لو اوروبا ما كنتش هيعمل كده صح دس خفيفة كده وانت عددتها برضه قلت نواتش يعني احتفالية مش هاستدع الحكم طيب بالمنزوات تواقع اي الاهلي في المواجهة اللي جاي قدام لي المدريد بنوفاء ناد الاهلي ان شاء الله يعمدش كويس وان شاء الله يعني البطولة قريبة وان شاء الله ناد الاهلي يعمدش اهم حاجة ناد الاهلي قدي اداء مشرف واداء كويس يرضي الكرة المصرية ويرضي جماهير ناد الاهلي وجماهير مصر كلها دي نمر واحد نمر اتنين برضه يكتهد علي اساس ان البطولة تبقى قريبة ويعمل اللي عليه وحتى لو كسب وحتى وصل لك للجزاء يبقى عمل العلي خسره ما كانتش موفق بس يكون قدى كويس برضو يبقى برضو أداء مميز يكون عمل العلي بقى طويلة يمن المباراة كابتن وجيهه مع كابتن جمال كانت مباراة تفعلها عظيمة كانت كابتن أحمد عودة حكم رابع مباراة تاريخية يعني تبقى سعيد انت كابتن وجيهه لما بدين مباراة زي داي انت بتحكم من جميع العالم ده الحم أحمد اليماني هو كمان نجوم العالم مباراة تاريخية بكل تأكيد يعني ليست كمانيان على الآخر يعني